وحدة من اللي تساعد على تجنب التحديات أنه هذا الأخ أو هذه الأخت التي عبرت والذي عبر لمعرفة رب يسوع ما زالوا موجودين في وسط العائلة المسلمة كيف يكون تأثيرهم وعد الرب يقول آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك نحن دايما نشجع ويقول إخواتي صلوا من أجل أهل بيتكم لا تزعلوش منهم لا تخصمهمش لا تفقروا حاجات العواطف دي تغلبوا عليها ومكنوا محبة المسيح في قلوقهم وفي نفس الوقت فيه خطوات عملية نحن قلنا هم ينتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر فهذا الانتقال هو قد تم نقله وقال آمن بالرب يسوع لكن اللي حواليه مش عارفين فالمفروض بنشجعه يعمل الموضوع ده على أربع مراحل والمراحل دي بتتجاوز ما بين ست شهر أو بعض المراحل تاخد لها سنة ونص وهكذا فتلاقي المراحل الأربعة يخضر حوالي من سنتين لثلاث سنين لإعلان إيمانهم في وسط عائلتهم فعندنا أول مرحلة هو عبارة عن إظهار الترك من الإيمان القديم المرحلة الثانية إعلان هذا الترك بس ترك بس المرحلة الثالثة إظهار الالتصاق بالمسيح المرحلة الأخيرة إعلان الالتصاق بالمسيح فدول الأربع مراحل اللي بنشجع أخوتنا العابرين يعملون إظهار الترك يعني إيه؟ هو آمن أو هي آمنة وقبله الرب بس عندهم أخوهم أو أختهم أو ممتهم باباهم المتفقين لابد من الصلاة لأنه عمل الروح القدس مش عمل أي حد لكن رب أقامهم كارزين في داخل البيت كارزين بالمسيح في داخل البيت يبتدي يظهر الترك إزاي؟ يبتدي يسأل أسئلة تتعلق بالتعليم بتاعهم القديم ويبتدي يركز الأضواء على شخص الرب يسوع وإزاي أنه بلا خطيئة وزي أن القرآن شهد أن المسيح بلا خطيئة وهو زكي من طفل وولاما زكيا ويبتدي وبعدين بيساعد أخته أو أخوه أو والدته أو والده تم دخلونا ندور على إجابة الأسئلة دي يسأل أسئلة ويحاول يدور عليها معاهم وبعد كده بيقول لهم لا يروح يبتدي يترك أو يبتدي يقول لا أنا مش هنزل ساعة أربع ونص الفجر عشان يصال للفجر لأن أنا خلاص أنا شيء اكتشفت واحدة اثنين ثلاثة يبتدي يظهر هذا الترك رويدا فرويدا إلى أن يعلنوا ودي المرحلة اللي بعدها وحينما يعلنوا على فكرة لما يجي يدرس بيدرس ما بين القرآن المصحف مقرؤا وكلمة الله على الانترنت ما يجيبش كتاب مقدس دلوقتي يجيب الكتاب مقدس بعدين لما يبتدي يعلن الترك ويبتدي يعني يعلن الالتصاق فيما يظهر الالتصاق فتب ساعدوني تب واحد منكم يجيب لكتاب مقدس تقدر أخته تقول له أو أخوه أنا عندي حد وهكذا فبالتدريج عشان كده بيكون كارز داخل بيته